ندوة موسعة نظمها مركز بابلة للدراسات الحضارية والتاريخية بجامعة بابلة ليناقش من خلالها مشاكل التحديث العمرانية لمدينة الحلة وغياب الرؤية الواضحة لدى الجهات المعنية بإعداد خطة للتوسع العمرانية والذي يجب أن ينفذ في المدينة مع زيادة معدلات النمو السكانية والذي يحتاج إلى توسعة في مجمل المرافق الخدمية أن تكون الجامعة هي المبادرة وهي الطرف الرئيس والأساس بالدعوة لجمع أصحاب الاختصاص من إداريين وفنيين ومهندسين من أهل المحافظة للبدء بشيء ولإيقاف هذا النزيف العشوائي الموجود الذي بدأ يضر وبدأت الناس تشكوا ولكن لا يوجد حل آني أو حل سريع ولذلك يجب أن يتم التخطيط باعتبار العراق لديه إمكانات مالية كبيرة باعتبار بلد نفطي باعتبار محافظة بابل هي مدينة عبور لأكثر من محافظة وبالتالي تتعرض بيئتها وشوارحها وطرق مواصلاتها إلى أجهاد وانتقد مختصون شاركوا في هذه الندوة حالة الجفاء التي تحدث بين الدوائر المعنية في قضية التحديث العمرانية في بابل وبين المؤسسات الأكاديمية والجامعة والتي تمتلك الرؤية العلمية في مجمل المجالات التي تحتاجها المحافظة ما يجعل غالبية القطط المستقبلية التي تعد في هذه المدينة من دون جدوى بالحقيقة الدراسات قيمت على وفق منهجية علمية لكنه التقلبات السياسية والتقلبات الاقتصادية هي وراء ضعف أدائها من المؤسسة أن مدينة الحلة الآن في الحقيقة أسوأ حالاتها وربما هي أسوأ مركز مدينة في العراق علينا أن نسعى جاهدين بأن نجمع الشمل ونحاول قدر الإمكان أن نقلل هذه المشاكل على قدر المستطاع وبإمكاننا خلال فترة وجهزة إذا تعاونت الجهات المختصة الإدارية مع الجامعة ومع الباحثين في الجامعة ونحن على استعداد لمثل هذا التعاون سواء كان على مستوى مدينتنا أو على مستوى مدن العراق أو حتى على مستوى التخطيط في جانب التخطيط على مستوى العراق ويؤكد مختصون أن حل مشكلة التحديث العمراني والحضارية في مدينة الحلة ليبدأ من معالجة مشاكل الأقضية والنواحي للحد من هجرة ساكنيها إلى داخل المدينة ومن بعدها يمكن النظر في مشاكل المدينة وإعداد خطط للتحديث والعمران من محافظة باب المعتز العبودي زاكروز تيوي